اشتركوا في القناة أن تستطيع أن تحمل المسيح وتحمل المجد الذي يأتي إليها مجد فهي الفتاة التي انتظرتها الأجيال كلها يا رب إن قاعد مدة طويلة يقول إمتى تيجي وحدة تصلح أن تكون مستودعا أحل فيه مين اللتي يجي دي اللتي يجي دي لابد أن تتصف بصفتين على الأقل وإلا ما تصلحش الصفة منها الطهر الشديد علشان اللي تولد منها ما ياخدش منها حاجة غلط صحيح الروح القدس قدس ومستودعها من الخطية الأصلية إن اللي ولد منها ما يرس الخطية الأصلية لكن أيضا من الناحية الفعلية ما يكونش فيها أي غلطة ممكن أن تورس ما هو جايز ولد يطلع خضوبه متنرفز لما هو أمه والأبوه كان بالشكلاته خد من أمه أو أبوه الدم اللي عاش فيه خد منه حاجة لابد العذرة دي اللي هتولد المسيح تكون طاهرة جدا بحس لا يمكن يتولد منها واحد يربط غلطة مستحيل بالميراس مستحيل فلابد أن تكون طاهرة هذا الطهر كله وثانيا لابد أن تكون متضعة عشان تحتمل هذا المجد العظيم إنها تبقى ولدت الإله مين تحتمل ديه؟ مين تحتمل ديه؟ ده فيه واحدة ممكن تبتسم كده وتقول أنا أم الدكتوري أهلاً أهلاً لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم أنا أم الوزير أمان بقى لو أم الرب دي تبقى إيه ديه؟ مش ممكن ما هتحتملش عايزين واحدة تحتملها يعني يكون عندها الاتضاع وعندها الطهر لازم النقطتين دور ويكون عندها اتضاع بإيه؟ ما هو فيه واحد متضع لأنه غلبان غلبان يقولك أنا ما سواش حاجة وهو فعلاً ما يسواش حاجة يعني ما جابش حاجة من عام لكن الاتضاع الحقيقي إنه يبقى الواحد في ملء العظمة ويبان متضع غلبان أهو ده؟ ده الاتضاع الحقيقي اتضاع الحقيقي إن العزراء اللي هي تبقى والدة الإله تبقى مطدعة العزراء اللي هي أعظم من السر بنقول لها في الألحان سموت يا مريم فوق الشاربين وارتفعت يا مريم فوق السارفين العزراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة العزراء اللي مجرد كلمة منها قالت الأليسابات انتلقت أليسابات من الروح القدس لما حل السلام مريم عليه العزم الكبير دي لما تكون متضعه يبقى هنا الاتضاع الحقيقي هنا الاتضاع الحقيقي كل ما الإنسان يرتفع قدره جدا ويبقى بسيط ومتضع إذن هو ده الاتضاع الحقيقي ولذلك في اتضاعها هذا يجي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله قوة العلية تظللك الروح القدس يحل عليك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فتقول هو زى أنا أمت الرب مش أم الرب أمت الرب يعني أنا عبدته أنا خدمته يعني البشارة بأن يولد منها الرب ما رفعتهش أبدا قالت هو زى أنا أمت الرب ليكن ليك قولك وفضلت تستخدم لنفسها تعبير أمه يعني عبدا باستمرار حتى لما جدت أقول التسبحة بتاعته قالت نظر إلى اتضاع أمته نظر إلى اتضاع أمته نظر إلى اتضاع أمته واتضاع مش معناها تواضع اتضاع يعني يعني الغرق غلبان يعني مسكين يعني مسكين نظر إلى اتضاع أمته وفضلت بهذا الشكل ولما بقت مبتضعة بهذا الشكل لم تحسب نفسها إنها في مركز كبير أو إنها أخذت رب المجد داخلها أبدا 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 إن ألي سبات حبلة في شيخو خطة صارت على جبال اليهودية وعبرت وراحت لغاية لما راحت تزرها مش أنا أم الرب إذا هي جيني ده أنا أروح لها ومش بس تروح لها وقعدت تخدمها ثلاثة شهر لغاية لما ولدت يوحن هنا الإتضاع العظم الكبيرة الموجودة وهي اللي تروح وهي اللي تخدم مع إن لما راحت قال لي صبات قال لي صبات قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي العادرة تقول أنا مش بس أجيلك ده أنا هاجي واخدمك وأفضل أعدى معاك الثلاثة شهر أصعب شهور الحمل أقضي لك كل حاجات البيت علشان ما تحتاجيش لحاجة وبعدين هنا نبص نلاقي حاجة عجيبة من نظام الاتضاع الله المتضع الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان اختار إناءا متضعا هو السيدة العزراء والسيدة العزراء تروح لألي صبات فألي صبات اللي قد أمها واللي جددته تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي بنفس الاتضاع ويحنى المعمدان بنفس الاتضاع يسجد في بطن أمه للجمين اللي في بطن أم العزراء الواحد يقص كده إيه الاتضاع ده كل اللي أخدم كل موقع كل ده كلها كده ربنا في الميلاد من العزراء أصبح ميلاد التواضع بالنسبة للناس الناس ما خانوش يقرفوا بالتواضع ده قبل كده كانوش يفهموا كويس قبل كل واحد عايز يبقى كبير وعايز يتنفخ وعايز يعمل عالي لكن الإنسان الأول لما تكبر وأراد أن يحكل من الشجرة تحت إغراق تصيراني مثل الله عارفين في العشر جات العزراء على عكس الإنسان الأول وحواء أرادت أنها تكبر العزراء أرادت أنها تصغل عشان تعالج الموضوع بتاع جدتها القديسة خوار من يخ الله نفسه وبعدين بصينا لقينا العزراء دخلت في دور عجيب الملايكة اللي ظهروا ساعة الميلاد المجوس اللي جمه سجدوا لابنها النجم اللي ظهر في المشرق وأظهر ليه تسبحة الملائكة للرعاة إيه كل العظمة دي والعظمة اللي كانت بتشوفها من ناسية ومع ذلك لم تنطق حرفاً واحداً كانت ترى هذه الأشياء تحتفظ بها في قلبها متأملة بها في قلبها لا تتكلم على موجزات ولا على آيات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي فيه ناس لو شفوا رؤية ما يسجوش حد في الدنيا إلا ويحكوه حصل وحصل وحصل وشوفنا 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 لو حدثت معجزة بيحرفوش يسكوتوا قبل يحكوا 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 حصل وحصل وحصل العزراء يا ما شافت معجزات ويا ما شافت عجائب ده طفولة المسيح بالنسبة لها نفسها كتقابوها أنا متعيق للعزراء كانوا تتبص لعنين المسيح اللي بيرضع منها والدور في عينيه كده وبعد ما التوب ما تلاقيش كلام تقول تبص في قشه كده وهو وعاقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل تتغزى بشكله تتغزى بنظراته تتغزى بنلمحه عايشة بتدهزاء جسدي وهي بتتغزى روحها كل شوية والتانية ومش قادرة تتكلم ليه مش قادرة تتكلم أشياء لا ينطق به هتقول ايه؟ طب مين فيكو كان يقدر يوصف عيني المسيح دي؟ لو جادع واحد يقول في ايش ما ممكن؟ يوصف ايه؟ لحاجة تخش فيها تلاقي نفسك في دنيا تاني اللغة تقف عاجزة عن التعبير ما فيش شك العزراء اختبرت عاجز اللغة عن التعبير وعاجز اللسان على التعبير واختبرت العبارة اللي قالها بولس الرسول أشياء لا ينطق به لا يسوق الإنسان من يتكلم عنه وبعدين العزراء دي الى جوار التواضع العجيب ده دخلت في حياة التسليم حياة التسليم يعني حياة التسليم يعني واحدة عايزة تعيش باتولة وحطت في بوخها انها تعيش باتولة ويجي ربني اقول لها انت هتبقوا ام وتخلي في عين وترد عين عكس كلامها كل عكس اللي في قلبها كل ليكن ليك قولك انا يا رب شهوة قلبي شيء وانت اردتك شيء اخر لتكن اردتك ربانا يقول لها طب كويس هتخلي في العين وتحبالي بيه وتولدي وتفضلي باتول برده ويبقى جمعتلك الاثنين مع بعض وهو اللي يخضع لارادة ربنا ربنا بيمشيله الامور هي عايزة تبقى باتول والباتول لا تحبل ولا تلت فلما قلت له ليكن ليك قولك الله خلاص اخليك تحبالي وتولدي وتفضلي باتول برده باتول قبل الحمل وباتول بعد الحمل وباتول طول الحياة اللي بيسلم حياته ربنا ربنا يعمل به عجباً يعمل به عجباً فكانت هي مسلمة نفسها ربنا فيه ناس كل ما يشوفوا حاجة متابة يحتاجوا عمر العزراء دي محتاجت أبداً كانت تبدو أمامها أمور بالنسبة للعقل العادي أمور تتناقض مع بعضين بالنسبة للعادرة لتكن مشقتك انتي الروح القدس يحلوا عليك وقوة العلية تظللك لذلك المولود منك القدوس المولود منك لدعاء ابن الله طيب دي هتبقى ولدت الإله وتروح للأليسة باب تقول لها من أين لي هذا أمتأتي أم ربي إلي طيب هذه أم ربي إلي وبعدين تلاقي إيه تلاقي إيه تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في مزوى البقر ايه ايه حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب ولا تليق بكرامة العظم اللي بتاخدت ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها ولا قوة العلية بقى أنا أقول لك هذا وأقول لك ليكن ليك قولك وتسيبني أولد في مزوى البقر وتولد ايه في عزة أيام الشتاء والدنيا برده ومفيش أقنطة للولد وكان بيرتعش بالبرد هو دي يا رب المعاملك وعمرها ما قالت ليكن ليك قولك عايزني أبقى والدت الاله ليكن ليك قولك عايزني على الرغم من كده أعيش في فقر وابنه يتولد في مزوى البقر وأعود وسط البهايب ومش لقي لي أقنطة للواد برده يبدو موقف غريب الشطان نفسه بقى مستغرب إزاي ده بقى ابن الله والجو كده حاجة تمخول عقل الشطان لكن ما تمخولش عقل العدر العدر عندها حياة التسليم وبعد كده تشوف الطفل الإلهي وتشوف المعجزات وتشوف المبوس وتشوف النجم وتشوف الملائكة وكله وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل للعيال يجي الملائكة يقول اهربوا اهربوا ده أنا معايا ابن الله الوحيد ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل من السماء وتجرب خليك انه تدعم وتنزلوا وتهربوا ضروب ام الرب ده شيء غريب الشطان ما اكسوا كما تنخل طب ويحصل دي ازاي؟ لكن العزراء لم تتكلم عايزني ابقى الملكة ام الملك قامت الملكة عن يمينك ايها الملك ليكن ليك قولك وكملكة تريدني ان اهرب في خوف ليكن ليك قولك حياة التسليم ولا احتك ولا اتكلم ولا اقول ان هكاية دي جات ازاي ولا رحت ازاي يبدو امر غريب تروح في مصر تروح في مصر وتنطبخ عليها الاية التي وردت في اشعيء الصح 19 هو زال رب الراكم على السحابة عظيمة وقادم الى مصر فترتجف اوثان مصر اوثان اصنام يعني ويزود قلب مصر داخله تخش حتة فيها معبد في اصنام تروح واقع الاصنام هالارب الناس يطردوها يقولون لنا جبتلنا مشاكل امشي من هنا تمشي من بلد دي تروح بلد تاني يحصل كده يطردوها وفضلت مطروضة من مدينة الى مدينة في ارض مصر ده شغل والدة الاله ده ده شغل الملك القائم عن يمين الملك لا يا رب انا ما اسألش ليكن ليك قولك ربنا اراد ان يبارك كل اراضي مصر فسمح انها تنتقل من مدينة لمدينة ومن قرية القرية عشان كل مدينة تروحها تباركها في السكن ويباركها الرب بحلوله وتحدث معجزات جديدة ومع ذلك في تواضع العزراء كل المعجزات التي حدثت في مصر كانت تحتفظ بها في قلبه ما قالتش حاجة جايز بعدين في سكوت كده بينها وبين بعض الرسل من اولادها الرسل اللي اللي كانوا بيعودوا معاها سمعوا بعض الاخبار دي بالتقليب بالتداول وصلت لنا بعض المعجزات اللي في ارض مصر لكن ما وصلتش كلها قطعا مئات المعجزات حدثت في ارض مصر لكن لم تذكر عنها شيئا ولم تحكي مفيش يا رب اللي يكن ليك قول خليكوا قاعدين في مصر وبعدين يجي الملاك يقول ارجعوا لأن مات الذين كانوا يطلبونا نفس الصلب ما انت قادر يا رب وهم عايشين تاخدنا وتحمينا منهم ما نروحش غير لما يموتوا لا 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 احنا ما نقولش كده ليكن ليك قولا روحوا نروح ارجعوا ارجعوا ما ننقشش ربنا ابدا نأخذ موقف الضعف ليكن واحنا عايزين نعمل كبارا نعمل كبارا وبعدين يمر ثلاثين سنة عليها وابنها مفيش حاجة خالص لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيتكلم ولا ليه شكرة ولا ليه منصب ولا موجود في المجتمع اليهودي ولا حد حاسس به خالص اي يا رب ده لا مفيش اي يا رب وهم قالتش حاجة ليكن ليك قولك اللي انت عايزه انا فيه حياة تسليم يقعد معي يعمل مهجزات مرحبابا يقعد معي مجرد يتعلم النجارة في بيت يوسف النجار ليكن ليك قولك وانا مخلفة ابني نجار ده انا مخلفة ابن الله الوحيد ما عليش يخليه ابن النجار مسكت هي ما اتكلمتش ده انا بس بمفكر بمفكر بصوت عالي لكن انا ما فكرتش يا بدا انفده ولذلك اليهود لما بصوا اليهود لما المسيح راح الاماكن الولد فيها والناصرة قالوا اليس هذا هو ابن النجار اليس هذا هو ايه ابن النجار كانت تقدر العدرة تقول له لابن الله الوحيد ولا اتكلمت ولا متعد بقاه ابن النجار ابن النجار يقولوا زين يقول ايه العظم بتاعت العدرة ده فيه واحدة لو سمعت كلمة بس على ابنها سوتها يرتفع يوصل للبطرسية ما تحتملش لكن دي اليس هذا هو ابن النجار اليس امه موجودة عندنا اليس كذا يقولوا زين يقولوا احنا سكتين عجيبة العزراء دي في حياة التسليم التي عاشتها حياة التسليم التي عاشتها وبعد انت بصت لقي ابنها مضطهط من الكتبة من الفريسيين من الصدوقيين من الناموسيين من الكهنة من رؤساء الكهنة من مجمع السنهدريم من شيوخ الشعب ليكن ليك قولك عايزني ابقى والد الاله وعيش في الزل والحسرة ما ليكن ليك اخولك انا في حياة التسليم انا لا اختار لي خط حياة اسير فيه حيث ما تسيرني اسير وكيف ما تسيرني اسير انا تحت طلبك مين يقدر يعمل كتب يا الاخر دا لو كان واحد خروتوستانت كان المقول اطالب بحقوقي كابن لله زي ما بنواعد بالناس اطالب بحق اطالب بحقي في المراس ايه اخي اطالب بحق حقوقي كابن حقوقي كواريف لا العزراء قالت حقوقك إب ولا قالت حقوقك وريس ولا قالت حقوقك ملكة عن يبين الملك ولا حقوقك أم الرب ولا حاجة أبدا تقعدني في نزود هديني أعدا تقول لهرب الأرض مصر هديني هربانا ترجعني تقاني هديني رجع تسكنني في بيتنا الجار فقير هديني سكنة تخليني أولد في مزور بقر زي ما انت عايز تخلي ابني عيش من ملت ثلاثين سنة لياكم لخليه يضطحط من الناس دول اللي ما يستهلوش يحلوه زيوره فزاؤه لياكم لياكم هيك قولك أنا بعيش في حياة التسليم الكامل هدي حياة العزراء حياة التسليم الكامل وحياة الاتضاع الكامل لم تطالب بحقوقه ولذلك ساعات لما كنت أشوف ستات خواجات قولك تطالب المرأة بإنها تبقى كاهن أسيس يعني وتطالب بإنها تبقى خسقفة من حقنا والمرأة لا تقل على الراب الحاجة كنت ساعة تقلهم تواضعوا وخليكوا قد العدر يعني انزلوا من عليئك وخليكوا في مستوى العدر يعني العدر عمرها ما طالب تبقى أسيس ولا تبقى بصف ولا حاجة بل الرسول العظيم يوحن الحبيب المسيح قال له هذه أمك وقال لها هذا ابنك بقيت هي في مرتبة أم من الرسول العظيم لكن برضو مفيش كهنون ولم تطالب ولم تقل حقوقي ولم تقل مواهبي في واحدة عندها الروح القدس زي العدرة في واحدة عندها الطهر والقداسة زي العدرة في واحدة عندها المرتبة العظيمة إنها تبقى والدة الإله زي العدرة في واحدة أعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي العدرة ولم تطالب بشيء ولم تطالب بشيء أوعى الستات الغرب يقول لسا منتقم للعزراء مال وما حرموها من الحقوق نغضح تاخذ بي بس تاخذ بي يريد تقول ليكن ليك قولك زي منت تشاء يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك الخط الذي ترسمه أنت لي في الحياة أحسن من الخطوط التي أرسمها لنفسي أنا بفكر بعقلي البشري الذي لا يفهم كثيرا لكن أنت يا رب العقل الكل الحكمة الصرمدية الأزلية الأبدية العالم بكل شيء القادر على كل شيء أنت تختار كما تشاء أما أنا فليكن ليك قولك هذه العزراء والدة الإله التي عاشت بهذا الشكل الآب اختارها الآب اختارها وقوته ظلمتها والروح القدس حل عليها والابن ولد منها يعني الثالوس القدوس كله تمثل في حكاية العدرة في هذه الآية تقرف لوقة إصحاح واحد من آية خمسة وثلاثين لسبعة وثلاثين تلاء وكلات شوفوا السلوس بين الزايد الروح القدس يحل عليك وقوة علي اللي هو الآب تزلي لذلك القدوس المولود منك يضع ابن الله هذه الآب اختارها القدوس الوحيدة الوحيدة في الجنس البشري كله الذي حل عليها الروح القدس حلولا اقنوميا هي العدرة ماريو الحلول الاقنومي بالنسبة للبشر في هارتق الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس هو ايه العدرة ماريو ليه لأنك اقنوم اوجد جسدا منها بدون زرع بشر عملية خلق عملية بيوجد جسد بيصنع جسد بيصنع ايه جسد من ما فيش وبيطهر ويقدس هذا المستودع فحلول اقنوم لكن باقي البشر مش بالشكل ده وعاشت بالروح القدس بتأييد الثالوس القدوس لها عاشت فيه فضاء العجيبة كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب يعني جمال العزراء مش زي جمال اي بنت في الدنيا جمال اي بنت جايز ملامح جميلة متناسقة لكن جمال العزراء تبص في وجهها تجد الوداعة تجد التواضع تجد الحو تجد الامومة تجد البساطة تجد العفة تجد الهدو تجد السلام كل سمار الروح القدس موجودة في ملامحها مش مجرد ملامح متناسقة جميلة لا ده فيها كل الصفات الروحية اللي بتكون تعطي قدسية دي ساعة ما كانت على الارض كانت جدا لكن دلوقتي العزراء دخلت في نوع من التجل يسموه ترانسفجوريشن تجل يعني محاطة بنوع عجيب ولذلك لما كانت بتظهر نصب في الزتون أو في بابا دوبلو كانت بتظهر بنور عجيب يحوط بيه النور العجيب اللي هو تجلي هذه الطبيعة وده مش موجود عند كثيرين السيد النزيح زهر بالتجلي على جبل طابور وزهر معه موسى وإيلية في مجد أقل لكن العزراء بدأت تأخذ من أمومتها ألفاظ عجيبا يعني المسيح هو القدوس تبهي أم القدوس المسيح هو المخلص تبهي أم المخلص المسيح هو النور الحقيقي تبهي أم النور تبهي أم النور المسيح هو الرب تبهي أم الرب المسيح هو الإله تبهي والدت الإله بتأخذ من أمومتها ألقاب عجيبة جدا وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو عيد صعود جسدها إلى السماء يعني الله لم يشأ إن هذا الجسد ينحل كباقي الأجساد أو يأكله الدود كباقي الأجساد أو يبقى على الأرض كباقي الأجساد فرفع جسدها إلى السماء إيه الأعجوبة العظيمة نحتفل بصعود جسدها والعجيب إن الذي رأى جسدها صاعدا إلى السماء رآه القديس تومة على جبل إخميم في الصريب وهو راجع من بلاد الهند هذه العزراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم في مصر بالذات في مصر بالذات لا يوجد مكان زارته العزراء غير أرض مولدها إلا مصر دا لو بلد أخرى كانت زارتها العزراء في حياتها لكانوا قاعدوا يرقصوا بقليل ومعنا يرقصوا في الميادين كثيرا وعين قاعدين سكتين وبنقر رأس الحكمة من خلف طلب مسكتين العزراء جدت عيننا عندنا في كل تواضع سمعين مسكتين العزراء قاعدت حوالي ثلاث سنين على الأقل في بلادنا سمعين مسكتين العزراء قدسوا البلاد عديدة سمعين مسكتين العزراء تجلت في كناقص عندنا سمعين مسكتين العزراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر يعني لما جاد سعد الزاتون او سعد بابا دو بلو لما جادش لحرباني من هيرودس ولا حاجة الحمد لله ولا مضطرة ولا ملك قال لها روح الغيط لما يموت الراجل اللي متهدك ولا حاجة بجاية كده بركة كده بركة ومحبة بركة ومحبة والتشجيع ما تخافوش انا معاك ما تخافوش ايه انا معاك وعلى قبة الكنيس كده معاك الحاجة عزيم جدا نحن نشكر السيدة العزراء اللي جات في مولد المسيح واللي جات ايضا زارت بلدنا واللي غالبية كان ناقسنا على اسمها يمكن اكتر من نص كان ناقس القطر على اسم العزراء ونحتفل بيها اكتر احتفالات يمكن كل اديس من احتفل بعيد نيحته عيد استشهاده ان خد له عيد تاني يبقى عيد مثلا بناء كنيسة على اسمه والعصور على رأسه لكن العزراء نحتفل لها بسبع تمن اعيال تسع احد كتين كاروس بل نحتفل لها بعيد شهري كل يوم واحد وعشرين في الشهر الابطي يبقى احتفال بعيد العزراء ونقرأ قراءات العزراء لتكن شفاعة العزراء مع جميعا حكرا لها عزراء عزراء والتحرك عزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة